اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان يدرك وهو في العقد الثاني من عمره ان مجد ابائه يولي وتغرب شمسه مثلما تغرب شموس دول عربية كثيرة في المشرق والمغرب وانه لم يبقى لاحد من الادارسة من طريق سوى طريق العلم ولقاء العلماء ورؤيته ارض الله كثيرا ما كان محمد يتجول في انحاء سبتة وكانت سبتة قائمة فوق هضبات بشبه جزيرة يحيط بها البحر من ثلاث جهات على بعد عشرة اميال جنوبي جبل طارق يرى مرسى مينائها الذي يقول البحرة انه لا مثيل له بين مراسي ومواني السفن في البحر المتوسط ويرى سورها الحجري وبيوتها الحجرية ومآذن مساجدها واعطرقاتها الكثيرة في التعرج وكأنها قد استعدت ابدا لمواجهة الغزاة في كل منعطف فيما مضى كان اسم سبتة هو سابيتوم عندما انشأها الرومان كقلعة عسكرية وفيما مضى قبل اربعة قرون انتزع المسلمون بقيادة موسى بن نصير هذه المدينة من ايدي حكامها من القوط الاسبانيين ولقد ظلت هذه المدينة موضعا للنزاع بين حكام الاندلس وحكام المغرب وبلغ من عناية الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناصر بها انه شيد حولها سورا منيعا من الحجارة وفي تلك المدينة غلد محمد بن محمد بن عبد الله الادريسي عام اربع ماء وثلاثة وتسعين هجرية الف وماء ميلادية وعاش طفولته وصباه وشبابه الاول يصعد هضابها ويرى امواج البحر وزرقة السماء ويرنو الى الافاق الفسيحة في مدى البحر والصحراء عنوان وصية ابن كان محمد قد بلغ من العمر ستة عشر عاما حين سمع اباه يقول له حان الوقت يا بني لترحل الى مدينة قرطبة بالاندلس وتعرف بها في جامع قرطبة علما اكثر واغزر على ايد العلماء وادرك محمد ان حلمه بالاسفار يوشك ان يتحقق وان توقه الى الاستقلال بامره يوشك ان يبدأ وقال له ابوه تذكر دائما يا محمد انك من الاشراف لانك من الادارسة فقال له محمد اعرف ذلك فجد الحادي عشر اسمه ادريس وهو ابن الحسن ابن الحسن ابن الامام علي ابن ابي طالب مسح ابوه بيده على رأسه وقال له بحزم تخلق اذا بخلق الاشراف حيث ما كنت منج بنفسك من السياسة واطلب مجد العلم ولا تقبل لنفسك عملا هو دون قدرك ولا تجلس مجلسا هو دون فضلك ولا ترضى بمنزلة هي اقل من منزلتك عنوان طالب علم ارحالة نزل محمد مدينة قرطبة كانت ما تزال حاضرة العلم والثقافة غربي العالم الاسلامي وواحة للمعرفة والفن في اوروبا باسرها قابل محمد اقارب له من العديدين في قرطبة فاضافوه شهورا ثم اسكنوه بيتا به بستان عامر باشجار النخيل واللوز والزهور اخذ يتردد على حلقات مسجد قرطبة الجامع ويجلس الى العلماء وبينهم فقهاء ومحدثون وفلاسفة ورياضيون وجغرافيون وفلكيون ودهش محمد اذ رأى اطفال المدارس يدرسون الجغرافية على خرائط ويديرون بين ايديهم كرات ارضية عليها اليابس والبحر والاقاليم والمدن واتحت لمحمد فرص للانقطاع عن الدرس شهرا او شهورا فشرع في الرحلة والسفر يجوب ديار الاندلس اسبانيا والبرتغال الان مدنها وقرها جبالها وانهارها يرى كل شيء بعينيه ويسمع كل شيء باذنيه زار مدينة لشبونة ورأى حصن المعدن المقابل لها والمرآة التي تدور ابدا في قمة برجها تعكس ضوء الشمس بل لقد عبر البحر وزار سواحل انجلترا الغربية واجتاز الجبال والاودية وزار سواحل فرنسا الغربية والجنوبية وتعلم اطرافا من الحديث بالفرنسية والانجليزية واللاتينية وكان ابدا يصحب معه خادما يدبر له امره وجارية تطهو له طعامه وكل عام كان محمد يعود الى سبته يرى اهله ويتزود بالمال ويسارع بالسفر يجوب المدائن والقرى في المغرب العربي الكبير قبل ان يعود الى قرطبة مرة اخرى وعاما بعد عام كانت نفس محمد تراوده وهو في قرطبة وهو في سبته لزيارة جزيرة سقلية وكأن شيئا خفيا يجذبه اليها كان يعلم ان قبائل النورمان قد احتلتها اثر غزوها للجنوب الايطالي قبل اربعين سنة من ميلاده وان له فيها اقارب نزحوا اليها اثر انهيار دولة بني حمود من الادارسة بالاندلس لكنه كان يخشى القيام بهذه الزيارة وغزاة النورمان يحتلونها ويصادرون اراضي الفلاحين المسلمين في قرىها عنوان الخوف في الوطن عاد محمد الى سبته وقد سائم الاقامة في الاندلس ولم يعد ثمة ما يطلبه من العلم بها ولا من الاماكن والمدن ما يزوره كان قد بلغ من العمر سبعا وثلاثين سنة عكف محمد على اوراقه يراجع وينظم ما كتبه في اسفاره عن المدائن والقرى التي زارها والانهار التي عبرها والوديان التي اجتازها والجبال التي رقى سفوحها وذراها ويحكي لاهل سبته العلماء منهم وغير العلماء عجائب الاخبار والاسفار ولم يكد يمر عام على مقامه في سبته حتى راوده الحنين الى الاسفار وقعدت به عن الارتحال قلة المال فقد ودعى ابواه الدنيا وتفرق اخوته في بلاد المغرب وجزر البحر المتوسط سعيا وراء مطالب العيش وخوفا من الاتهام يوما بانهم يسعون مثل اجدادهم لاقامة دولة من دول الادارسة مرة اخرى في المغرب او في الاندلس كان يدرك ان عليه ان يرحل مثل ما رحلوا خوفا من الوشاية والاتهام بامر لم يفكر فيه لحظة ولكن اين يذهب وكيف ومن اين المال وكيف يأمن من طول البقاء والكل يرقبه بلقب الشريف الادريسي ووفد الى سبته قريب له مقيم بصقله اسمه ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم ابن حمود جاء قريبه لزيارته فجلس معا في شرفة قصر ابيه يحدثه هذا عن اسفاره ويحدثه ذاك عن سقلية وكأنه كان يقدم له طوق النجاة بحديثه عن هذه الجزيرة عنوان بين ملك وملك كان العرب قد فتحوا سقلية واستقروا بها مئتين وخمسين سنة وقدموا للحياة على ارضها عشرة اجيال وجعلوا من سقلية ملتقى لحضارتي الشرق والغرب والعالم القديم والجديد وصارت سقلية على ايديهم واحدة من النوافذ الكبرى لاخراج اوروبا من ظلمات العصور الوسطى وجاء النورمان الغزاه وفتحوا فيما فتحوا جزيرة سقلية في البحر المتوسط قبل ان يولد الشريف الادريسي باربعين سنة ولقد فر عديد من العرب والمسلمين من الجزيرة اثر الغزو النورماني الذي قاده القائد روجر ونصب نفسه مالكا مؤسسا لدولة النورمان في سقلية لكن اكثر العرب المسلمين اصر على البقاء في الجزيرة التي كانت لهم ولابائهم واجدادهم واحتملوا صورا من الاضطهاد والمصادرة للاراضي خاصة في شمال سقلية على ايدي رجال الدين النصراني وانصارهم من القواد النورمانيين وجاء حكم ابنه الملك روجر الثاني فسارع بالمساواة في الحكم بين الروم والفرنج الفاتحين والعرب سكان الجزيرة ومنحهم الحريات الدينية والاقتصادية التي كانت لهم من قبل واوقف مصادرات رجال الدين للاراضي بل وشجعهم على الاستثمار للاموال والتقدم العلمي وبلغ من حرص عقلاء النورمان على بقاء العرب المسلمين في الجزيرة علماء وتجارا ومزارعين وحرفيين أنهم تعلموا العربية قراءة وكتابة وصاروا يطربون لسماع شار العربية وأدبها وظلت العربية هي لغة الدواوين ورسائل الحاكمين وصارت النقود تسك عليها شارة الإسلام والنصرانية وعبارة لا إله إن الله محمد رسول الله وكانت علمة الملك بالعربية هي الحمد لله حق حمده ولقد أبقى النورمان على حكام المسلمين وقوادهم في مناصبهم مع شيوخهم وقضاتهم وظلت موارد التجارة في يد كبار رجال الأعمال من العرب المسلمين ولم تخلوا هذه المعاملة للعرب من ضيق رجال الدين النورمانيين بالملك روجر الثاني حتى اتهموه بأنه اعتنق دين الإسلام وراحوا يدللون على ذلك بحمايته لهم ولينه في معاملتهم أي المسلمين وإن شائه ديوانا للمظالم ينظر في شكاوى المظلومين منهم وإبقائه على ديوان الطراز المشهور بصنع أردية حريرية جميلة مزينة بزخارف عربية إسلامية وحرصه على أن يضع فوق ثيابه الملكية عباءة مطرزة بزخارف عربية ومجالسته لعلماء العرب المسلمين كل ليلة يتحدث إليهم في أمور العلم والمعرفة وتشبهه بملوك الشرق في بلاطاتهم وقصورهم عنوان دعوة مفتوحة قال أبو عبد الله للشريف الإدريسي هؤلاء الجهلاء من النورمن لم يدركوا قط ما يدركه الملك روجر الثاني فبدون العرب في الجزيرة ستعود الجزيرة إلى التخلف والملك روجر حريص على تثقيف نفسه بنفسه وهو يعرف ثمرات وجود العرب في سقلية يعرف أن جزيرته ملتقى حضارتين إحداهما سوف تغرب شمسها والأخرى تقترب من لحظة الفجر وأن عليه أن يكون موئلا وملاذا للحرية في جزيرة سقلية ثم قال أبو عبد الله له وما راء كمن سمعا تعال إلى سقلية لترى بعينيك صدق ما أقوله لك وكثيرون من الأدارس مقربون من الملك روجر الثاني مثلما أنه هو نفسه مقرب عنده رد الشريف الإدريسي في دهشة كيف؟ ألا يخاف منكم أن تسعوا إلى إقامة دولة للأدارسة في سقلية؟ ضحك أبو عبد الله وقال إنه أكبر وأقوى من أن يظن ذلك فالحكم قد استقر للنورمان في سقلية منذ زمن طويل ولزمن طويل قادم ولأن يكون الأدارسة بالقرب منه في سقلية يغضق عليهم العطاء خير من أن يكونوا بعيدين عنه صمت الرجلان في ليلة قمرية تنعكس فيها أنوار القمر على ذؤوذات أي قمم أمواج البحر قطى عبد الله الصمت بقوله سأعود إلى سقلية وفكر في القدوم إلينا ولسوف نترسل إلى أن نلتقي كان أبو عبد الله يؤثر أن لا يصحب الشريف الإدريسي معه في عودته إلى سقلية وأن يكون قدومه إلى سقلية بدعوة له من الملك روجر الثاني نفسه بعد أن يكون قد حدثه عنه فينزل إلى سقلية كشريف من الأشراف وعالم من العلماء عنوان البداية قال الملك روجر الثاني لأبي عبد الله في دهشة كيف يكون صاحبك بهذا العلم بالبلدان والنبات والطب ولا تأتي به معك إلينا فقال له أبو عبد الله أيها الملك ما كان لمثله أن يأتي وحده إلى بلادك وإن رأيت حاجتك إليه فادعوه بنفسك حتى لا يخشى أن تظن به سوء لو زار سقلية بغير إذنك ولم ينم الملك روجر الثاني ليلته حتى أمل رسالة وجهها إلى الشريف الإدريسي في سبته حملتها إحدى سفنه وعليها بعثة من رجاله ترافق الإدريسية وأهل بيته في قدومه إلى سقلية عنوان مشروع ملكي استقبل الملك بنفسه الشريف الإدريسي على باب قصره في بالرم عاصمة سقلية وصاحبه إلى قاعة عرشه وجلس معا في مكان آخر يتحدثان وحيدين بعد أن خلى لهم المجلس قال الملك روجر أنت من بيت خلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندي أمنت على نفسك سمع معا تسابيح الفجر تتردد من مئذنة المسجد في سماء بالرم فافترق إلى لقاء آخر في اليوم الجديد كان الملك روجر قد أفرد قصرا بخدمه وحشمه ليقيم به الشريف الإدريسي هو وأهله وأجرى عليه راتبا شهريا لا ينال مثله سوى العظماء وتعددت بينهما اللقاءات وتوالت الأسابيع والشهور والملك لا يسأم من الجلوس إلى الشريف الإدريسي وحكاياته له عن أخباره وأسفاره والعجائب التي شاهدها في رحلاته لكن الشريف الإدريسي كان رجل علم ولم يكن سمير ملوك فتاقت نفسه إلى الأسفار وتمنى أن ينفق الملك روجر على أسفاره ليؤلف كتابا كبيرا عن الممالك والمدائن وأقطار الأرض وأهلها ويزوده بالخرائط باح الإدريسي بما في نفسه للملك ذات ليلة فقال له الملك روجر لا أحب أن أفارقك وتفارقني وأنت فرد واحد ومهما سافرت أو ارتحلت فسوف تكون أخبارك ومشاهداتك أخبار ومشاهدات رجل واحد أليس كذلك يا شريف فقال له الشريف الإدريسي بلى لكنني لا أفهم ما ترمي إليه أيها الملك فقال له الملك ماذا لو جعلت مئة يسافرون في أرجاء الأرض بدلا منك ألا نعرف أكثر عن الأرض ونختصر الوقت ولا تضيع عشرات من السنين قد لا يتسع لها عمرك ولا عمري فقال الإدريسي وقد تهلل وجهه رضا وراقت له الفكرة بلى أيها الملك فقال له الملك فاختر من الرجال العلماء المحبين للأسفار مئة ومعهم المصورون من الرسامين يرسمون لهم ما يشاهدونه من معالم الأرض ويجمعون معا ما لم يصل إلى يديك من الكتب عن بلاد الدنيا ولا تحمل هما للمال ستكون لديك مادة كتابك بعد سنين عشر أو تزيد وسيكون لدي ما أريده من معارف يحتاجها الملوك عن أمم الأرض وأدولها وملوكها وثرواتها وطرق المسافرين والمسافات بين الأقطار والمدائن عنوان أول بعثة علمية عكف الشريف الإدريسي أسابيع يختار رجال وأسابيع يدربهم على المشاهدة في أرجاء سقلية وعلى تصوير ما يرونه برسومهم وحين اطمأن قلبه أعطى الإشارة فانطلق الرجال في البحر إلى أسقاع الأرض وربما كان هؤلاء الرجال أولى بعثة علمية تجوب ممالك العالم الوسيط في القرن الهجري السادس الميلادي الثاني عشر ولم يعد للشريف الإدريسي في نهاراته من همد سوى السؤال عن البريد القادم من رجال بعثته تحمله السفن القادمة إلى سقلية من موانئ البحار وفي كل ليلة تحين ساعة لقائه بالملك روجر الثاني يذاب إليه على بغلته فيجد الملك في انتظاره في مجلسه ينهض إليه مرحبا ومعانقا ويأبى حين تحين لحظة الافتراق إلا أن يودعه بنفسه إلى باب قصره وتمر السنوات والإدريسي يجمع معارف رجاله ويرتبها ويبوبها ويعيد صياغتها وما تزال مهمة رجال البعثة مستمرة ورسائلهم تفد إليه ومعها ما حصل عليه من كتب التاريخ والجغرافية عنوان الثمار أثمرت جهود الإدريسي ورجال بعثته كتابا ضخما عنوانه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وهو الكتاب الذي طارت به شهرته بين علماء الشرق والغرب من الجغرافيين على مر العصور وزود الإدريسي كتابه بخريطة عامة للأرض وبسبعة خرائط تمثل أقاليم العالم السبعة المعروفة آنذاك ورسم في خرائطه بدقة الشواطئ والأنهار وزاد الإدريسي في خرائطه فقسم كل من الأقاليم السبعة إلى عشرة أقسام تتجه من الغرب إلى الشرق مع خطوط الطول وعضع لها مجتمعة سبعين خريطة أخرى وفي كل هذه الخرائط حرص الإدريسي العبقري على استخدام خطوط الطول والعرض في تحديد الأماكن والمواضع والمسافات التي وضع أساسها الخوارزمي أبو الرياضيات مثلما فعل العالم بطليموس من قبله وكانت خطوط الطول والعرض قد أهملت في عمل الخرائط بعد الخوارزمي فجاء الإدريسي وأحياها وأكدها إلى الأبد ومن بين هذه الخرائط خريطة هامة للإدريسي صور فيها منابع النيل العليا آتية من بحيرات جنوبي خط الاستواء وكان الجغرافيون قبله يتخبطون في وصف منابعه وتعليل فيضانه منذ أيام المؤرخ هيرودوت وفي هذه الخرائط جاء اعتراف الإدريسي بكروية الأرض تتويجا لعلم المصورات الجغرافية أي الخرائط الجغرافية في العصر الوسيط وصارت هذه الخرائط نموذجا لأهل أطلس مأثور في علم رسم الخرائط العربية بل وأهم أثر لعلم الخرائط الجغرافية شرقا وغربا في العصر الوسيط عنوان كرة من فضة كانت قد مضت في إعداد مادة كتاب نزهة المشتاق وخرائطه خمس عشرة سنة وقدم الإدريسي كتابه إلى صديقه الملك روجر الثاني وهو على فراش مرضه يعاني في العام الأخير من عمره من مرض عضال أي مزمن فأراق له وفرح به عرض الإدريسي على الملك روجر الثاني أن يعمل له نموذجا مجسما لكرة أرضية عليها أقاليم الأرض بارزة وأنهارها وبحارها غائرة كان روجر صاحب خيال فتخيل كرة الإدريسي من الفضة عظيمة الجرم ضخمة الجسم قائمة في بستان قصره تسطع فوقها الشمس طوال النهار وتنعكس عليها أضواء القمر والمصابيه طوال الليل وتروع ببريقها الناظر لها من بعيد وتكون أثرا خالدا لذكراه بعد وداعه للدنيا وعطى الملك للإدريسي أربعة وأربعين ألف درهم وثمانمائة درهم من الفضة ليصنع له بها كرة أرضية فضية أمر الإدريسي صاغة بالرم فصبوا فيها صور قارات الأرض بأقاليمها وبحارها وأنهارها وطرقها وموانيها وخطوط طولها وعرضها ونهضت كرة الإدريسي قائمة في بستان القصر الملكي رأى الملك روجر من نافذة غرفته وهو على سريره الكرة الأرضية الفضية تتألق في ضياء الشمس ببستان قصره فصاح دهشة وتأثرا وفرحة كان الإدريسي واقفا إلى جانبه فقال له الملك لم أكن أتصور أننا نعيش على أرض مثل هذه الكرة حتى رأيتها باهرة أمام عيني ضحك الإدريسي سعيدا وقال للملك إن العرب في الأندلس ومصر يعلمون الأولاد في المدارس على كرات أرضية مجسمة مثل هذه الكرة عنوان حقائق وأخرافات عكف النساخون على نسخ كتاب نزهة المشتاق وخرائطه وأشاعها الوراقون والعلماء والمسافرون في أرجاء الأرض كان كتاب نزهة المشتاق تجميعا وفيا لمعارف الأقدمين الجغرافية مع المعارف المتداولة في عصره بجانب المعارف الجديدة التي أضافها هو من خلال مشاهداته وكذلك مع المعارف التي جمعها علماء بعثته العلمية وأرساموها من أقطار العالم الوسيط وأقاليمه كان الإدريسي أمينا في نسبة ما أخذه من المعارف الجغرافية القديمة إلى ذويها وأصحابها من العرب واليونان والفرس ولم يخلو كتاب نزهة المشتاق من رواية بعض الخرافات التي نقلها المؤلفون والرحالة عن الرواة أصحاب الحكايات مثل حكاياتهم عن فيالة الهند الإناث التي تلد أولادها في المياه الراكدة وعن شجرة الوقواق التي تثمر أشجارها نساء بدلا من الفاكهة وغيرها من الحكايات التي أسرفت في سردها كتب العجائب والغرائب العربي مما يمكن قبوله كتراث في الآداب الشعبية لأمم الأرض ولا يتسع له صدر كتاب من كتب العلم وكان الإدريسي يتوقف عند بعض هذه الحكايات ليذكر أنها مما لا يقبله العقل ولعله حرص على نقلها وتدوينها في كتابه من قبيل الاستطراف وتخفيف جفاف المعلومات العلمية طلبا للترويح عن القارئين ولم يقف ولم يقف الإدريسي في كتابه عاجزا أمام قصور المعلومات إلا في المعارف التي أوردها عن الهند وأطراف أشياء آسيا وجنوب إفريقية فاكتفى فيما ذكره عنها بنقل ما رواه الرواة وما كتبه السابقون في نزهة المشتاق جاءت أوصاف الإدريسي للبلاد متقصية تتبع تاريخ البلد الذي يكتب عنه وعمرانه ومجتمعه البشري وحالته الاقتصادية فهو في كتابه مؤرخ وجغرافي في وقت واحد يتحدث عن تاريخ البلد وجنس سكانه وعمارته ومعابده وأسواقه وحماماته وأبراجه وتجارته وغلاته ومعادنه ونقل الأخشاب في مياه الأنهار بكتلها دون شحنها في مراكب مثل ما يتحدث عن جغرافيته الطبيعية عنوان أوصاف من المدائن عن مدينة قلصة الإسبانية كتب الإدريسي يقول وقلصة حصن منيع يتصل به أجبل أي جبال كثيرة بها شجر الصنوبر الكثير ويقطع بها خشبه ويلقى في الماء فيحمله إلى دانية وإلى بولنسية في البحر وذلك أنها تسير في النهر من قلصة إلى جزيرة شقر ومن جزيرة شقر إلى حصن قالييرا وتفرغ هناك على البحر فتملأ منها المراكب ولا تزال عادة إرسال الخشب في النهر إلى جزيرة شقر إلى قالييرا قائمة إلى يومنا هذا ويكتب الإدريسي في كتابه عن ميل اليهود للعزلة وتكتلهم في أحياء ومدن فيقول ومدينة أليسانة بالأندلس هي مدينة اليهود ولها ربض أي ناحية يسكنه المسلمون واليهود يسكنون بجوف المدينة ولا يدخلهم فيها مسلم ألبتة ولليهود بها تحذر وتحص ويصف الإدريسي مدينة روما وقد زارها أثناء مقامه بصقل فيقول روما على جانبي نهر الصفر أي التيبر وهي مدينة مشهورة ومقر خليفة النصارى المسمى بالبابة وعلى جنوبي خور أي بحر البنادقة الأدرياتيك ودور أي طول سورها أربعة وعشرون ميلة وهو مبني بالآجر ولها واد يشق وسط المدينة وعليه قناطر يجاز أي يجتاز عليها من الجهة الشرقية إلى الغربية وامتداد كنيسة روما ستماء ذراع في مثله وهي مسقفة بالرصاص ومفرشة بالرخام وفيها أعمدة كثيرة عظيمة وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية وفيه ماء جار أبدا وفي صدر الكنيسة كرسي من ذهب يجلس عليه البابة وتحته باب مصفح بالفضة يدخل منه إلى أربعة أبواب واحدا بعد آخر يفضي إلى سرداب فيه بطرس حوالي أيسى عنوان صيد اللؤلؤ ويصف الإدريسيو في كتابه صيد اللؤلؤ في جزيرة أوال فيقول وأهم جزر البحرين جزيرة أوال وفي هذه الجزيرة يسكن غاصة اللؤلؤ في المدينة التي يصل إليها التجار من جميع أنحاء الأرض معهم المال الوفير يترقبون شهورا طوال موسم الغوص ويستأجر التجار الغاصة مقابل جعل أي أجر معلوم يتفاوت مع جودة الصيد واعتقاد التجار بمهارة الغوصة ويكون الغوص في أوغوشت أي أوغوستوس واشتنبر أي سبتمبر وقبل هذا إذا كانت المياه صافية ويستحب كل تاجر الغواصة الذي اكتراها أي استأجره وتخرج المراكب جماعة من الميناء فيما ينيف أي يزيد على مئتي دونج أي سفينة صيد وهي فلك أي سفن أكبر من الفلك العادي ويقسم التجار إلى سطحها إلى خمس أو ست بلنجات أي أقسام منفصلة يقوم بتقسيمها التجار ومع كل غواص رفيق مساعد اسمه المصفي له نصيب من الكراء أي الأجر ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع لأن للأصداف مواضع تغشاها تذهب إليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرفها فإذا خرج الغاصة من جزيرة أوال قعدهم الدليل حتى إذا وصلوا إلى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر فإذا وجد المكان مناسبا خرج وأمر بطي الشراع ورمي الأناجر أي الأهلاب وكذلك تفعل بقية الدوانج أي المراكب ويبدأ الغواصون في العمل ويوصل الإدريسي وصف عملية الصيد منذ أن يسد الغواص خياشيمه ويحمل سكينه وكيسه والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين إلى أن يجذب الخيط فيسحب من قعر البحر إلى أعلى حاملا صيده من الأصداف فيلبس ملابسه وينام ويأخذ المصف في فتح المحار بحضور التاجر الذي يجمع اللؤلؤ ويزنه ويسجله في زمام أي في دفتر ويأكل الجميع قبيل المغرب وينامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل في يوم جديد عنوان المغامرون الثمانية ويروي الإدريسي حكاية غريبة عن فتية خرجوا من مدينة لشبونة في مغامرة بحرية لكشف بحر الظلمات أي المحيط الأطلسي وما وراءه من شطآن فيقول في نزهة المشتاق من مدينة لشبونة كان خروج الفتية في ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه ولهم بمدينة لشبونة بموضع قرب الحم درب منسوب إليهم إلى آخر الأبد وذلك أنه اجتمع ثمانية رجال كلهم أبناء عم فأنشأوا مركبا حمالا وأدخلوا فيه الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحر أول طاوص أي هبوب الريح الشرقية فجروا بها نحوا من أحد عشر يوما فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كادر الروائح قليل الضوء فأيقنوا بالتلف فردوا أي حولوا قلاعهم في الجهة الأخرى وجروا في البحر في ناحية الجنوب إثني عشر يوما فخرجوا إلى جزيرة الغنم وفيها من الغلم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل وهي سارحة لا راعي لها ولا ناظر إليها فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين بري فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها فأخذوا جلودها وساروا مع الجنوب اثني عشر يوما إلى أن لاحت لهم جزيرة فنظروا فيها إلى عمارة وحرث فقصدوا إليها ليروا ما فيها فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك فأخذوا وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفة البحر فأنزلوا بها في دار فرأوا رجالا شقر زعر شعور رؤوسهم كشعور سبطة أي مرسلة وهم طوال القدود وبنسائهم جمال عجيب فاعتقلوا منها في بيت ثلاثة أيام ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم اللسان العربي فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا وأين بلدهم فأخبروهم بكل خبرهم فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان الملك فلما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملك فسألهم عما سألهم عنه الترجمان فأخبروه بما أخبروا به الترجمان بالأمس من أنهم مقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار والعجائب ويقفوا على نهايته فلما علم الملك ذلك ضحك وقال للترجمان خبر القوم أن أبي أمر قوما من عبيده بركوب هذا البحر وأنهم جروا في عرضه شهرا إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدي ثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم خيرا وأن يحسن ظنهم بالملك ففعل ثم صرفهم إلى موضع حبسهم إلى أن بدى جري الريح الغربية فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم في البحر برهة من الدهر قال القوم قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلا ياليها حتى جئ بنا إلى البر فأخرجنا وكتفنا إلى خلف وتركنا بالساحل إلى أن تضاح النهار وطلعت الشمس ونحن في ضنك وسوء حال من شدة الأكتاف حتى سمعنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا بأجمعنا فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال السيئة فحلوا من وثاقنا وسألونا فأخبرناهم بخبرنا وكانوا برابر فقال لنا أحدهم أتعلمون كم بيننا وبين بلدكم فقلنا لا فقال إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين فقال زعيم القوم وأسفا فسمي المكان إلى اليوم أسفا وهو المرسى الذي في أقصى المغرب وهذه القصة رواها المسعودي في كتابه مروج الذهب قبل الإدريسي بقرنين من الزمن عنوان العزلة عام 1154 ميلادية أسلم الملك روجر الثاني روحه إلى خالقها وحزن عليه الشريف الإدريسي حزنا شديدا ألزمه بيته شهورا وتولى الملك من بعد أبيه الملك جاليام الأول وخشي الإدريسي على مكانته في بلاط القصر النورماني فألف كتابا في الجغرافيا هو روض الأنس ونزهة النفس وهو الكتاب المعروف باسم المسالك والممالك وكان هذا الكتاب تلخيصا لكتابه نزهة المشتاق وأهدى الإدريسي كتابه إلى الملك جاليام تقربا إليه ولم يمد الملك جاليام يده بسوء إلى الإدريسي لكن الإدريسي لم يعد بنفس المنزلة التي كانت له في القصر النورماني فاعتكف في قصره بضع سنين ألف فيها كتابيه الآخرين الجامع لصفات أشتاة النبات وهو الكتاب الذي أفاد منه بن البيطار فوائد كبرى والأدوية المفردة وهو كتاب أشار إليه ابن أبي أصيبعة في ترجمته لسيرة الإدريسي بموسوعته طبقات الأطباء وما يزال هذا الكتاب من الكتب العربية المفقودة فلم يعثر عليه أحد بعد وأخذ يقرض الشهار عنوان ثورة على القصر مضت ست سنوات بعد رحيل الملك روجر عن الدنيا وجاء عام ألف ومئة وستين ميلادية وشبت في بالرم ثورة عارمة ضد الملك غاليان نهب فيها الثوار القصر النورماني ودمروا كرة الإدريسي الفضية وأخذ أجزاءها أمام عينيه وكان قد بلغ من العمر إحدى وستين سنة عاد الإدريسي حزينا إلى قصره يفكر في العودة إلى سبته ربما كان قد عاد إليها وربما بقي في سقلها فلا أحد من المؤرخين يعرف وجه الحقيقة عكف الإدريسي مرة أخرى على كتابه الجامع لصفات أشتات النبات الذي ساق فيه أنواع الأشجار والثمار والحشائش والأزهار والحيوانات والمعادن وأخذ يرتبها على حروف أبجد هوز وساق معجما لأسمائها بالسوريانية واليونانية والفارسية واللاتينية والبربرية وكأنه كان بهذه اللغات من العارفين عنوان تجاهل وإدانة وأطوال قرون عانت ذكر الإدريسي الكثير من تجاهل المؤرخين العرب وبينهم معاصروه لفضله وربما تحدثوا عن بعض أعماله متجاهلين ذكر اسمه بقولهم صاحب نزهة المشتاق وبين هؤلاء المتجاهلين للإدريسي كان المؤرخ المقريزي وياقوت الحموي ولم ينصفه حقا بذكر اسمه سوى ابن خلدون والأديب الشاعر صلاح الصفدي في ترجمته له بكتابه الوافي بالوفيات ويرجع المستشرق الفرنسي كاترمير السبب في هذا التجاهل إلى أن المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال الإدريسي بالملك النورماني روجر الثاني ولا عن دخوله في خدمته وأرجع آخرون السبب في هذا التجاهل إلى أن الإدريسي قد عاش في رعاية النورمان في وقت كان فيه الصليبيون والفرنجة يشنون حروبهم الشعواء على المسلمين في المشرق ويعملون على طردهم من الأندلس وكان من أهملوا ذكر الإدريس يعرفون اسمه ويقدرون فضله ولا ينكرون عليه علمه عنوان أول طبعة عربية وفي الوقت الذي أهمل فيه العرب عالمهم عرف الغربيون قدره في الجغرافيا وعمل الخرائط وأدب الرحلات فترجموا نزهة المشتاق إلى لغاتهم وأعادوا نشر خرائطه وحققوا جوانب النزهة المتعددة وقارنوا بينه وبين غيره من كبار العلماء الجغرافيين في الغرب وأولهم بطليموس وكان الألمان أكثر الأوروبيين اهتماما بالإدريسي كتابة عنه ونشر لخرائطه ولأجزاء من كتابه ويلحق بهم عديد آخرون من المستشرقين الأسبان والروس والفنلنديين والفرنسيين والنمساويين والسويديين والإيطاليين الذين كان لهم الفضل في إصدار أول طبعة من كتاب نزهة المشتاق في مطبعة الميدتشي بروما في ختام القرن الميلادي السادس عشر وهي أقدم طبعة أوروبية ظهرت لهذا الكتاب بحروف عربية تلتها بالغرب في القرون التالية طبعات أخرى لأجزاء من نزهة المشتاق عنوان في القرن العشرين وفي العصر الحديث وجد الإدريسي بين العرب من ينصفه بعد أن توالى رحيل العلماء العربي إلى الغرب وتتابعت هجرة العقول إلى العالم الجديد ولعل خير تقدير للإدريسي ناله من العرب كان على يد العالم الشيخ عبد المتعال الصعيدي الذي كتب عنه كواحد من المجددين في الإسلام بما قدمه لعلم الجغرافية والخرائط من أصالة وابتكارات جعلته بحق أبا للجغرافيين العرب وقد أفرد الأديب الراحل محمد عبد الغني حسن كتابا عن الشريف الإدريسي ساق فيه ما كتبه المستشرقون عنه وعن كتابه نزهة المشتاق وعن خرائطه وعدوه أفضل من ألف في الجغرافيا في العصور الوسطى وبعضهم لا يزال يعتبر كتابه أفضل مرجع إلى يومنا عن بعض أجزاء من الأرض وبعضهم يذكر أنه ليس هناك مؤلف جغرافي حفظ لنا معلومات وفيرة ذات قيمة كبرى عن أوروبا الشمالية والغربية وسكتلندا وسواحل بحر الشمال وبلاد البلطيق وبولندا ورومانيا وشبه جزيرة البلقان أرضا وشعوبا واقتصادا وحياة مثل ما فعل الإدريسي وبعضهم يذكر أن كشف أمريكا كان متعذرا بدون ارتقاء علم الجغرافيا على يد الإدريسي خاصة بفضل خرائطه وآرائه النظرية عن الكرة الأرضية وفي العراق بذل المجمع العلمي العراقي ببغداد جهدا كبيرا لإحياء خريطة الإدريسي عن الكرة الأرضية بإعادة رسمها وطبعها عام 1951 ميلادية نقلا عن خمس نسخ مصورة لهذه الخريطة من كتاب نزهة المشتاق في مكتبات باريس وأكسفورد واستنبول وروما وما تزال صيحة المستشرق جولد سيهر تدعو العرب في كافة أقطارهم إلى طبع كتاب نزهة المشتاق وخرائطه المصورة كاملة ومحققة ولعل هذه المهمة هي واحدة من المهمات الكبرى في نشر تراث ندعو وزارات الثقافة العربية والناشرين العرب ومنظمة الثقافة العربية بالجامعة العربية للنهوض بها في عام خمسمائة وستين هجرية ألف ومئة وخمسة وستين ميلادية وادعت روح الشريف الإدريسي دنيا البشر واختلف المؤرخون من بعده ولا يزالون مختلفين عن الموضع الذي يوري فيه جسد الإدريسي الثرى وسواء أكانت وفاته في سقلية أم في سبته فقد توسد الشريف الإدريسي هنا أو هناك باطن أرض جاب أنحاءها طولا وعرضا كاشفا النقابة عن أسرارها شكرا